اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقال مؤتمر صحفي اعقب جلسة مباحثات مع نظيره الامريكي مايك بومبيو اكد شكري ان هناك تنظيمات ارهابية منتشرة في سوريا وليبيا ارهابية خلافا لداعش وعلى رأسهم جماعة الاخوان المسلمين ومن جهته قال بومبيو انه لا يوجد تناقض بين موقف واشنطن من سحب القوات العسكرية الامريكية من سوريا ومحاربتها للارهاب قال وزير البترول طارق الملة ان تطبيق اليات جديدة غير تقليدية ساهم في تشجيع وزيادة الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة واكد الملة خلال رئاسته للجمعية العامة لشركة بدر الدين للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل على ان التزام مصر وانتظامها في سداد مستحقات الشركاء الى جانب الشهرية وخفض المديونات المتراكمة من سنوات سابقة ساهم في تحقيق زيادة انتاجية في البترول والغاز استعدت المدريات التعليميات بالمحافظات لانطلاق الامتحانات التجريبية للصف الاول الثانوي بنظامه الجديد وعلن وزير التربية والتعليم طارق شوق انطلاق اول اختبار لطلاب الصف الاول الثانوي الاحد المقبل والذي يعد اول امتحان لطلاب الثانوية التراكمية تجريبيا مشيرا الى عدم وجود رسوب او نجاح به نجحت هيئة الرقابة الادارية في عدد مبلغ تسعة ملايين جنيه مستحقة لصاحب شركة مقاولات لدى احدى الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان حيث تم اتخاذ الاجراءات حيال المديونية المستحقة لصالح الشاكي وسدد مبلغ مليون وسبعمائة وثمانية وستين الف جنيه واتفاق الشركة مع الشاكي على جدولة باقي المبلغ المستحقة اكدت الحكومة اليمنية مقتل اربعة اشخاص واصابة عشرين اخرين جراء الهجوم الارهابي على قاعدة العند لافتة الى ان الهجوم الذي نفذته الميليشيات الحوثية يمثل نقطة عطاف مهمة في مسار عملية السلام وعدم جديتها في مشاورات السلام كما اشرت الحكومة الى ان اللجنة الامنية العليا ستكتمع اليوم لبحث تداعيات الهجوم اكد وزير الخارجيات اليمني خالد اليمني سعي الحكومة لاستعادة الدولة وهزيمة تطلعات يران التوسعية في المنطقة لافتا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاردني ايمن الصفدي الى عدم تحقيق الميليشيات الحوثية لاي شيء من التزاماتها منذ اتفاق ستوك هولم ومن جانبه اشار الوزير الاردني الى دعم بلاده لحل الازمة اليمنية مشددا على ضرورة تطبيق اتفاق السويد لحل الازمة اتفقت جامعة الدول العربية والامم المتحدة على مواصلة التعاون لمرافقة الاطراف الليبية وتشجيئها على تحمل مسئولياتها بغية استكمال المسار السياسي واتمام الانتخابات التشريعية والرئاسية على النحو الذي يتطلع اليه الشعب الليبي وخلال اتصال هاتفي بين الامين العام للجامعة احمد ابو الغيط والمبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة اكد الجانبان ضرورة الحاجة لتوحيد المؤسسات الليبية فضلا عن متابعة التحضرات التي تقوم بها البعثة الاممية لعقد الملتقى الوطني الجامع خلال الاسابيع المقبلة ختم الموجز دمتم في امان الله